أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهل طول ما الأهل عنده هذه القدرة على النقد الزاتي معنا الاثنين من النقادر يا ديني الكبار والأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صبري وفي مناسبة النقد الزاتي يمكن يحضرني مقال اليوم للصديق العزيز والكاتب الصحف الأستاذ عماد الدين حسين في جريدة الشروق أيضا تحدث عن فكرة النقد الزاتي الأهلاوي وعماد حسين رجل زمال كاوي لكنه استوقفوا ولفت نظروا جدا فكرة النقد الزاتي الأهلاوي بعد الفترة اللي فاتت وقال ان انا دي جديدة ان انا شايف كتير من الأصدقاء الأهلوية معترفين ببعض الأخطاء وما فيش مكابرة هنا فكرة النقد الزاتي يا جماعة انا عشان اكون اريب معاكم من الفكرة قال عماد اظن ان هذا السلوك من جانب مشجع الاهل التصرف سليم ومبشر لانه يركز على نقد الزات ومحاولة علاج الأخطاء الزاتية بدلا من الاستسهال المعروف مصريا وبقوة ويتمثل في القاء المسئولية على اي شخص او جهة او ظرف بدلا من محاولة علاج جزور المشكلة واظن ايضا وهذا هو هدفي من كتابة هذا المقال ان نتعلم من هذا الدرس ونطبقه في مجالات كثيرة وليس فقط فيما يتعلق باخفاق فريف وكرة القدم في مباراة او حتى في بطولة باكمالها عصام عماد حسيني يتحدث على النقد الزاتي الاهلاوي طبعا لانه دي مش زواهر طبيعية يعني لانه المتعرف عليه ان انت بالداري ايوة فلازم طبعا تبقى مفاجأة وانت عارف صديقنا للعزيز يعني يا دود ايوة الحاجات دي بتستوقفوا اكم كان يقضي يا ولادي الايه على حاجات من نوع ده يعني من بينها ومات طبعا بدام حضرة سيرته يعني كصديق عزيز يقولك ده انتوا بيبقى عندكم اي حاجة لازم تتحل عشان تتعرف يعني تتحل أولا ثم يبدأ ايه زي قصة الحدث يعني لكن ما فيش الحدث نفسه وبالتالي هو مستبشر بده وده يمكن احنا ده جزء من شرحنا لجموعنا ان احنا بنقول للناس يا جماعة اي حد عنده الدرجة الاهلوية دي ناقدا كان او اداريا لابد انه هو هو اللي فاتح العدسة بس مش لازم نطلع نهلل ده غيرنا يا جماعة ما بيقولش تنت التلاتة كام بل يخرج دائما كل ما لديه في صورة ان الاهل وحش واحد ما يلعبش مش عارب فيني بل الاهل وحش تطلع له خطاب انه الاهل معاه خطاب انه يلعب في القاهرة بس احترام كلمنا رؤساء النادي قاله يا جماعة الامن بيقول ليس وقته الان طب ايه وكذا يعني انا بس دي اللي حضرتني سريعا يعني واحد الظلم في بطولة افريقية ولك اصل البلد دي اهلوية الصومال مثلا لا لكن في النادي الاهلي انت الشيء مباح طالما بحثا عن حلول يا جماعة طيب برضو في جزئة النقد الذاتي يا محمود فكرة انك انت فيه فرق ان انا بنقود ذاتي واعترف بقى اخطائي وفيه فرق بين ان انا الاقل بعض بيحاول يهول في المسألة ويدفع الجماهير بمعلومات خطأ حتى انه احنا النهاردة وحنا بنتكلم على حسين الشحات بتتعمل له جراحة في غضروف الرجبة في قطع حسين اول ما خرج من التمنتاشر مصاب بغضروف للرجبة يستدعي الجراحة كانت هذه الاصوات انه الرجل المدرب الجديد مش معترف بيه واوصى بالاستغناء عنه هو ده جديد يعني هو انت شاهده ده جديد بظبط لا يعني شوف ده حسين في المستشف ده اللي قالك استبعده عشان فنية انا بكلمك ها فيه فرق اننا يبعد نقود ذاتي امين انت دلوقتي تقييس الفترة اللي انت فيها على الفترة اللي قبل كده مستحيل اه لو كتبت خبر اه اه اي ارد الفترة اللي قبل اعمل ايه لا فيه كبير ايه قالوا ايه المكتوب ده اه هالدليل ما يثبت اه اللي انت كتبه النقد الذاتي ده مش جديد على اهلي انا قدر انه قولك التاريخ من النقد الذاتي واللي كتب واللي اتعمل في المواقف كانت الناس تقولك الله ايه ده لا يعني ده المقولة التاريخية للكابتن صالح لما ما عجبهوش اداء الفرقة في التسعينات قال لهم انت عور في وسط عمر انتم تكسبوا لان انت عور يعني بمعناها ان انت اقل كفاءة من الاخرين لكن ما انتشى الافضل لازم يا ابراهيم تبقى يعني وانت يعني نجم كبير في المهنة لازم تبقى عارف انه ده قدر الاهلي وانت دلوقتي العملية دخل فيها تحول صحافة المواطن بقت هي المستيطرة على كل حالة كل واحد تبقى موبايلات بيكتب دون حسن